مرض ارتفاع ضغط الدم اول للمصريين خمسين في المية من المصريين بيموتوا بامراض القلب والعامل الرئيسي في الموت نتيجة امراض القلب هو ارتفاع ضغط الدم مشكلة ارتفاع ضغط الدم انه هو بنسميه القاتل الصامت ليه القاتل الصامت لان للاسف ممكن المريض يبقى ضغطه عالي جدا وهو مش حاسس باي حاجة وما فيش اي اعراض غير شوية دوخة وزغللة وصداع المشكلة الاكبر ان احنا عندنا في مصر تقريبا حوالي ستة وعشرين في المية يعني ربع المصريين تقريبا مصاب بارتفاع ضغط الدم من الستة وعشرين في المية دول تمانية وثلاثين في المية بس هما اللي يعرفوا ان هما عندهم ارتفاع في ضغط الدم اربعة وعشرين في المية منهم بس هو اللي بياخد العلاج واللي بياخد العلاج تمانية في المية منهم بس هو اللي بيوصل للرقم اللي يقدر يحافظ به على قلبه وعلى مخه وعلى شريينه اللي احنا بنقول انه يكون الضغط اقل من مية واربعين على تسعين مشكلة ارتفاع ضغط الدم مش في الرقم إن العيان النهارده ضغطه 140 على 100 أو 150 على 100 المشكلة في ارتفاع ضغط الدم هو في التلف اللي بيحصل في معظم أجهزة الجسم نتيجة ارتفاع ضغط الدم بداية من المخ والإصابة بالسكتة الدماغية وجلطات المخ ونزيف المخ التأثير على العين التأثير على القلب ويؤدي إلى قصور الشعيين التاجية وهبوط عضلة القلب وأحيانا الوفاة تأثير على الكلة اللي بيؤدي في النهاية إلى الفشل الكلوي تأثير على الشعيين الترفية فمن هنا بتيجي خطورة ارتفاع ضغط الدم بتيجي برضو خطورته إن معظم مرضى ارتفاع ضغط الدم ما بيقاش عنده ارتفاع في الضغط بس لا بنتلاقي فيه مجموعة من عوامل الخطر زي السمنة زي التدخين زي عدم ممارسة الرياضة زي ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم الإصابة بمرض السكر كل دي عوامل اللي بتؤدي في النهاية للأسف إلى المشاكل الكبيرة اللي احنا بنشوفها في المرضى نتيجة أمراض القلب وأمراض المخ وأمراض الشعيين الترفية واللي بتؤدي للأسف إن جزء كبير بيفقد العمل بتاعه ويقدرش يكمل حياته أو للأسف تؤدي إلى الوفاة من هنا بتأتي أهمية إن إحنا لازم نعمل توعية بارتفاع ضغط الدم إن كل إنسان بالغ لازم على الأقل مرة كل سنة يئيس الضغط بتاعه ولو اكتشف إنه ضغطه عالي لازم يتابع من أحد الأطباء يتأكد إنه فعلا عنده ارتفاع في ضغط الدم وبعد كده يبدأ يلتزم بخطوة العلاج اللي الطبيب هيوصفها له يغير من نمط الحياة بتاعه لازم يبدأ يخس في الوزن لازم يمارس الرياضة على الأقل ونص ساعة في الأسبوع لازم يبدأ يتحكم في الأقل بتاعه يبعد عن الحوادق يبعد عن الملح الكتير في الأقل يبعد عن الدهون في نفس الوقت لو فيه ارتفاع في السكر لازم يحافظ على السكر بتاعه لازم يتابع لحد الضغط ما يقل عن 140 على 90 وفي التوصيات الجديدة يكون أقل من 130 على 80 وبالتالي يقدر يحافظ على قلبه وعلى شريينه وعلى مخه ويعيش حياة طبيعية تماما من هنا بتأتي أهمية التوعية بارتفاع ضغط الدم فلازم كل إنسان يتابع ضغط دمه ولو هو فعلا عالي لازم يتابع معه طبيب عشان يقدر يحافظ على صحته وحياته تمنياتنا بالشفاء لكل المرضى وتمنياتنا بالصحة والسعادة لكل المصريين وشكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر